اطلع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على سير العمل بديوان المحافظة ومسؤل انضباط الوظيف وخلال جولته التفقدية للإدارات والمكاتب التنفيذية بالديوان برفقة وكلاء المحافظة العميد مختار بن عويض الجعفري وزين العابدين بن علي خودم وبدر السالم كلشات استمع المحافظة من مدراء العموم إلى طبيعة سير العمر الصعوبات وما تم إنجازه خلال العام 2022 والخطط لعام 2023 مشددا على ضررة الاتزام بالدوام الرسمي والحاصي على أداء الواجب الوظيفي والمهام وكذا التقييم والرقابة وأهمية التهيل والتدريب للموظفين ورفع حوافظ الدوام وتقارير الانضباط وحث المحافظ مدراء العموم والموظفين على بدل المزيد من الجهود لما مشانه تحسين مستوى الأداء في كل في مجال اختصاصه موجها بتذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات الممكنة لما مشانه الارتقاء بمستوى الأداء في جميع الوحدات والإدارات الحكومية